نروح لي الجزئيات التانية او الخبر التاني اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم في البداية وهو غياب زيزو وغياب طرق حامد طبيعي ومنطقي جدا وخلي بالكوا يا جماعة فيه غياب اخر برضو لعيب مهم جدا وهو رمضان صبحي فيه غياب كمان لعيب مهم جدا وهو ابراهيم عادل واحد من عناصر الوعدة جدا واللي على الفكرة كريوش بيحبه جدا بس خليه اتكلم مع حضراتكم تحديدا في جزئية زيزو وجزئية طرق حامد واقول لحضراتكم الكواليس الخاصة بها بداية طبيعي جدا ان مع اي اعلان لقيمة اي منتخب في اي حتة في الدنيا دايما وابدا هتلاقي حضراتك انقسام في الاراء ده لازم بيحصل هتلاقي حد عاجبه لعيب واحد مش عاجبه لعيب واحد كان بيفضل ليتم استدعاء لعيب واحد تاني بيفضل ليتم استدعاء لعيب اخر فده طبيعي ومنطقي جدا وفي الاخر المسئولية والشيلة بيشيلها المدير الفني اي ان كان اسمه مين وفي حالتنا دي كارلوس كيروش التجربة معاه اثبتت انه اختياراته حتى لو صادمة بالنسبة لنا حتى لو غريبة بالنسبة لنا حتى لو بتستدعي علامات استفهامه احيانا علامات تعجب ولكن في النهاية هو الراجل نجح بنسبة 100% والعلامة الكاملة اداءا ونتيجة بفوزه على ليبيا ذهابا ايابا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات واحد سفر وثلاثة سفر فالراجل بالنسبة لنا ما نقدرش نقوله تلت الثلاثة كام ده بشكل عام فكرة الحكم على الاختيارات ما نقدرش نلومه لكن طبيعي كل واحد فينا عنده افكار ويا عم انت زي ما تاخدش ده طب خليه معاك ورقة على الدكة حتى زي ما كنا بنقول وقت افشا ووقت محمد شريف لان برضو كان غريب ان انت ما تاخدش هداف الدولة بتاخدش احسن صانع العاف في مصر ودلوقتي بتاخدش احسن هافدفندر في مصر وهكذا وواحد من احسن اجنحة مصر زيزو وهكذا بس في الاخر دي قناعات مدير فني نتكلم احنا ونقوله اراءنا بس في الاخر قناعات للمدير الفني وهو اللي هيتحاسب في النهاية طب المدير الفني بقى قناعاته ايه بالنسبة لزيزو وبالنسبة لطارق حامد قولا واحدا قولا واحدا ودي عبارة تخص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول ان طارق حامد واحد من كبات منتخب مصر طارق حامد واحد من كبات منتخب مصر مش بس قوام اساسي مش بس العيب مهم ده واحد من كبات الفرق زيزو لعيب مهم جدا بيحظى باهتمام وحب وتقدير كارلوس كيروش حتى مع بعض الملاحظات الفنية لكارلوس كيروش على أداء أحمد سيد زيزو ولكن بالنسبة له زيزو واحد من العناصر المهمة جدا في منتخبنا الوطني واحد من العناصر المهمة جدا اللي هو بيقدر يستفيد بيها في أكتر من مركز ولكن مع كل الكلام والتقدير اللي أنا بقول له حضراتكم اللي بيكنوا الجهاز الفني وعلى رأسهم كارلوس كيروش لطرق حامد وأحمد سيد زيزو ولكن هو بيشوف أن ده توقيت مناسب أنه يريح الاتنين لعيبة دول يريحهم نظرا للإجهاد اللي عندهم ويشوف أسماء تانية في المرحلة دي زي ما عمل في المرحلة السابقة مع محمد شريف وعمل ده مع محمد مجدي أفشا فهو بيعمل دلوقتي مع طرق حامد وبيعمل ده مع أحمد سيد زيزو لإراحتهم وشايف أن دي الفرصة المناسبة ودي المرحلة المناسبة اللي يقدر يعمل معهم كده لكنهم بالنسبة له اتنين من العناصر الأساسية والقوام الرئيسي لمنتخبنا الوطني وزي ما قلت لحضراتكم بالنسبة له طرق حامد واحد من كبات المنتخب وبالنسبة له أحمد سيد زيزو واحد من أهم العناصر الرئيسية وغيابهم عن التجمع في المعسكر الحالي لا يعني أبدا أنهم بعيد عن السورة الرئيسية بالعكس ده هم اتنين من القوام الرئيسي والأساسي لمنتخبنا الوطني ولكن الراجل فضل راحتهم في الفترة الحالي